بتعرفوا أحبائي في كتير أشياء مهمة محتاجين نتكلم عنها يعني مثلاً كتير مرات إحنا منفكر إنه بالتمني أو بالرغبة أو بالأمنية أو دائماً منقول ياريت في هاي السنة أتغير ياريت في هاي السنة ولادي يكونوا في الإيمان ياريت إنه الرب يسدد احتياجاتي ياريت يكون عندي بيت ياريت يكون عندي سيارة حنتكلم عن الاحتياجات الشخصية اللي هي المفروض تكون من نصيب كل إنسان وأي مواطن في أي بلد إنه هاي الأمور طبيعية وإذا لم تكن متوفرة هذه الأمور علامة سؤال كبيرة على هذا الوطن هل بيهتموا في الرعاية ولكن هذا موضوع آخر أم إنه يكون في إرادة فدائماً منقول ياريت وياريت وياريت وطبعاً إحنا منعرف كلمة ياريت عمرها معمرت بيت إخوتي وأخواتي المسيح دخل أورشاليم إلى منطقة قريبة من الهيكل وهي المنطقة تسمى بيت حزدة يعني بيت الرحمة أو بيت النعمة وهناك كان في بركة وبنو أروقة لسبب جمهور المرضى كان جمهور من مرضى من عمي وعرج وعصم يتوقعون تحريك الماء ومن نزل أولاً بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه بقول الكتاب لأن ملاكاً كان ينزل أحياناً ويحرك الماء فمن نزل أولاً بعد تحريك الماء كان يبرأ كان يشفى يعني من أي مرض بصيبه وطبعاً جاء يسوع المسيح وحيث وجد يسوع المسيح حضوره دايماً في بركة وهناك كان في واحد عنده أمنية عنده رغبة أنه فعلاً يشفى من هذا المرض من الفالج كان مشلول وطبعاً مش عم بيقدر يتحرق فمن نزل أولاً بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض هذا رآه يسوع وعلم أن له زماناً كثيراً فسأله سأله سؤال في غاية الأهمية سأله أتريد أتريد أن تبرأ كنا نتوقع الإجابة طبعاً أنا موجود في البركة عشان يعني هذا السبب ولكن كان الجواب بعبر عن شلل في الإرادة قال ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء بل بينما أنقات ينزل قدام آخر ولكن المسيح أحباء التعامل مع الإرادة وأراد أن ينقذ حاسة الشفاء قبل نوال الشفاء ثم قال يسوع المسيح لهذا المريض قم احمل سريرك وامشي فحمل سريره وكان في ذلك اليوم سبط وطبعاً حدثت يعني ثورة هذا الموضوع ولكن المسيح لاحظ سأل هذا السؤال للمريض أتريد أتريد أن تبرأ وفي هذه السنة أتريد أن تتغير أتريد أن تبرأ أتريد أن تحصل على البركة في موضوع الإرادة وهكذا ما يتفاعل أو يتعامل معه الرب يسوع له كل المجد